الحسيين الفلوس اللي بجلبهم فلوس ويساب الميناء عشان يقولهم ايه لان الحسيين عندهم عندهم وسائل اطلاقهم ممكن يبقى دلوقتي بيقول لا دلوقتي مطلقين هيردوا رد عنيف جدا هو بقى بيقوله ايه لو رديت انا عندي لسة الضربة الاكبر وهو الميناء عشان كده برضو احنا ما تبيجي نحلل بنحلل هو فكر ازاي هو فكر عمل ضربة كبيرة زي ما انت شوفت عندك الحديدة هتفضل مؤلعة 7-8 ساعات لحد بكرة تعمل روح بداخل البلد وتقول لهم خلي بالكم الضربة جاية هتبقى على الميناء ولو ميناء الحديدة اتضربت هتبقى طبعا اليمن لا بتشرب ولا بتاكل ولا بتصدر الحاجة التانية النهاردة اللي كان الاجتماع كان نتانياو قاعد في غرفة العميات هم طلعوه من شوية وطبعا كان معاه بين كفير وسموتريتش ودول الاتنين الدينيين المتطرفين النهاردة المفروض ما يطلعوش بره بيتهم نعم ورغم ما زال اجتماعوا بره بيتهم وحضروا الاجتماع في مركز القيادة وحضروا نتائج الدرب والدربة ويطرات طالع ويرجع اللي انهم قالوا اصل ده فيه ارواح وانا لازم حياة اسرائيل ساعات الناحية الدينية اه تبقى زي ما احنا احنا لما عملنا الوجوم بتاع 6 اكتوبر فاكر عملنا يوم سبت وعيد غفران ممنوع التحرك وده كان اختيار مننا انا دايما بحب اربط الاحداث في بعضها نعم هما النهاردة ما ضربوا يوم السابت برضو الوزراء الدينيين جموا حضروا عشان يشوفوا اه هذا العمل عشان كده بنقول النهاردة ان هذا العمل حيتلوه اعمال اخرى وزي ما انت قلت في البداية يا احمد برافو انت بقيت محلل هايل يعني انت فهم اه الحل هل حزب الله هيترك العملية مش هيرد هل ايران مش هترد انت زي ما انت عارف هقولك وحدة الساحات كانوا مطلعينها بعد كده هذا المصطلح ان لو حصل في اي ساحة لازم احنا نرد انما احنا اه حنتوقع انه هيبدأ في تطوير الفترة اللي جاية وهنا نتنياهو اه اصر ان تبقى الضربة اسرائيلية فقط بالطالة الاسرائيلية ولكن بتنصيق مع الجانب الامريكي والفرنسي والبريطاني اللي موجود فيه